اشتركوا في القناة الفصل الاول الداعرون صياغة العداوة كان هجوم الجيوش العربية الاسلامية على بيزنطا في العقد الثالث من القرن السابع الميلادي بمثابة ضربة قاضية لنقطة ارتكاز على البحر الأبيض المتوسط كانت تتمحور حولها الامبراطورية الأوروبية وبذلك وجدت الكنيسة المسيحية نفسها على امتداد ذلك الساحل الاستراتيجي في وضع العاجز أمام جيوش العرب الضافرة فعندما استتبى الاسلام دينا سائدا على السواحل الشرقية والجنوبية للمتوسط تحول البحر بالنسبة لأوروبا المسيحية من كونه ممرا للاتصالات التجارية والثقافية إلى حاجز في وجه كل أنواع التحركات فيما عدا أعمال القرصنة وكان أن بدأت بظهور في الوقت ذاته الامبراطورية الكارلونوجية التي استقطبت شعوب أوروبا الشمالية ومنحتها إحساسا بذات وهوية جديدتين الأمر الذي جعل البحر المتوسط يتباعد عنها بشكل واضح وراح الشرق من ثم يصبح أكثر فأكثر هو العدو وقد ازداد اتساع الحاجز الفكري بين الغرب المسيحي والشرق المسلم بفعل الجهل واختلاق الأساطير فالغرب كان يرى في الشرق مكانا خطيرا يتنامى فيه الإسلام وتتكاثر الأجناس الشريرة أما المسلمون فهم سود البشرة ذو هيئة بشعة وقد أدت هذه البغضاء إلى خلق عداوة للإسلام أتاحت حماية عقول المسيحيين من الارتداد عن دينهم وحقنت المسيحية بشعور من الاحترام للذات خلال تعاملها مع مدنية أرقى منها في أوجه كثيرة وقامت إحدى استراتيجيات هذه العداوة على النيل من رسول الإسلام بأقصى أسلوب ممكن ودع جيرالد أوف ويلز من كتاب القرن الثاني عشر أن التعاليم الإسلامية تقوم على النوازع الجسدية وأنها جاءت لتتماشى مع شبق الشرقيين الذين يعيشون في مناخ شديد الحرارة بل إن أحدى الأقاويل أشاعت بأن ثمت خطة إسلامية كانت تهدف إلى القضاء على المسيحية واعترف جيبرت أوف نوجينت بنعدام الدقة في السيرة التي كتبها عن الرسول محمد عليه السلام وبرر ذلك بطريقة غاية في الإسفاف يضاف إلى ذلك أنه حتى الأدب العلماني في القرون الوسطى كان يعكس العداوة الدينية القديمة فالمسلمون هم شخصيات شريرة دوات أدوار رئيسية في ملاحم البطولة الأوروبية كأنشودة رولان التي تصور المسلمين أنهم عبدة للشيطان ولكل ما هو معاد للمسيح وكانوا يعطون تلك الأدوار في هذه الملاحم لمجرد أن يتم قتلهم على يد الفرسان المسيحي كان تصوير المسلمين في الرواية الرومانسية الإنجليزية في القرون الوسطى بمثابة كتابة دعائية وضفت فيها شعارات الفروسية لخدمة الأغراض الدينية والسياسية وقالت في ذلك الكاتبة دورتي بلتسكي لم يكن يقدم لقراء تلك الروايات سير الحب الجميلة والفروسية النبيلة بل كان أساسا سيرة انتصار المسيحية على الإسلام وكانت هذه الروايات التحكس رغبات دفينة مثل قتل المسلم العملاق على يد البطل المسيحي والأمير المسلم المهزوم والمسلم المرتد عن دينه والأهم من ذلك كله الأميرة المسلمة التي تقع في غرام الفارس المسيحي وتصور رواية سير بيفيس أف هامتن نموذجا للأميرة المسلمة العاشق فهي على أتم الاستعداد لتخدم فارسها المسيحية بخنوع وإخلاص أما هو فيثير فيها الرغبة الجامحة لأنها شهوانية بالفطرة إن الأميرات المسلمات في مشاهد الغواية في روايات القرون الوسطى هن لواتي يتوددن إلى الفارس وهن لواتي يقتحمن مخدعه ويمنحنه أجسادهن ولكنه هو الذي يتعفف ويرفض بل إن هؤلاء المسلمات الغاويات مستعدات للتخلي عن دينهن من أجل حب الفارس وهكذا تقسم جوزيان المسلمة أمام سير بيفيس أنها ستعتنق المسيحية إذا ما رضي أن يعانقه فلا يلبث بيفيس أن تأخذه الحماسة التبشيرية ويقبل وعندما تغير جوزيان دينها تصبح امرأة صالح وفي رواية سودون بابل تتخلى فلوريباس الأميرة المسلمة عن دينها وتخدع قومها في سبيل حبيبها الفارس المسيحي المسجون في قلعة أبيها وعندما ترفض وصيفتها ماراجوند أن تطاوعها لمساعدة الفارس تدفعها فلوريباس عبر النافذة فتهوي إلى البحر ولا يكتفي المؤلف بجعل الأميرة غادرة وقاتلة بحسب بل هي داعرة أيضاً فقبيل أن تساعد الفرسان في التغلب على والدها في قلعته نراها تحاول إغواء جاي أو باغندي في حجرتها رغم تمنعه وتعففه ورواية سودون بابل هذا لا تنفرد وحدها في سرد مثل هذه الحكاية لأن موضوع تغلب الفرسان المسيحيين على ملك مسلم بمساعدة زوجته أو ابنته إنما هو سيناريو يتكرر في كل الروايات الأخرى والمهم في ذلك ليس هزيمة العدو بقدر ما هو تحقير السلطان أو الأمير المسلم من خلال خيانة أقاربه له وفي حين تصور الأميرة المسلمة خائنة وداعرة وأنانية نجد بالمقابل البطلة المسيحية في الرواية تصور امرأة عفيفة تضحي بنفسها عن طيب خاطر ففي رواية ملك التار ترضى أميرة مسيحية بالزواج من ملك مسلم أسود وهمجي في سبيل أن تنقذ قومها من الهلاء وحين يضطرب الزوجان عندما يلد لهما طفل مشوه الخلقة تطلب الأم أن يسمح لها بتعميده فما تكاد تفعل حتى يتحول ذلك المخلوق إلى طفل سوي بهي الطلع وهنا يطلب الملك المسلم أن يعمد هو الآخر فإذا به يغدو بلمحة عين رجلا ناصع البيض وفي رواية فلوريس وبلونش فلور نعتر على وصف مبكر لنساء الحريم اللواتي يحرسهن المخصيون كما نجد فيها وصفا للتجار الذين يزودون السلطان بالجوار الجميلات فمنذ ذلك الحين بدأت تتدعم صورة الشرق بأنه أرض الإتجار بالملدات ومكان الإشباع الكامل لها كانت صورة الإسلام التي صنعتها القرون الوسطى طافحة بالأخطاء المتعمدة كما كانت تحوي في تناياها مقدارا كبيرا من الإمعان في الأسطورة وعززت نظرية نحن وهم الأوروبية شهادات جاء بها رحالة خياليون أو واقعيون من مثل الإسكندر ومانديفيل وماركو بولو وأودوريك وقد ورثت إنجلترا عصر النهضة صورة الشرق حسب ما وضعتها العصور الوسطى كما ورثت أيضا التخوف من المسلمين الذي جسده التهديد العثماني لأوروبا ومن ثم أحيت إنجلترا ما جاء في التراث الكلاسيكي منذ شيشرون وهوريس الذي صورت روات الشرق الهائلة وأصبحت مدن هيرمز وأوفير وحلب مرادفة للغنى الفاحش في أساطير الأمة البريطانية التي راح يتسلط عليها هاجس التجارة بشكل متزايد فشيكسبير مثلا يأتي على ذكر حلب في مسرحية مكبات بعد عقدين من ذهاب رحلة تجارية إلى سوريا عام 1583 مما يعكس أهمية مثل هذا الحدث في عهده وفي نفسه إن الفكرة العتيقة عن شرق فاحش الثراء والتي تدعمها حكاية ملوك المجوس الثلاثة وملكة سبأ كانت مرتبطة في ذهن إنجلترا الإلزابيثية بموضوع النزعة الجنسية كما أن رفاهية الغنى كانت تترافق باستمرار مع الفسق والخمول فشرقيونهم أناس فاتروا الهمة يتراخون في غرف الحريم ولا يشبهون في شيء الإنجليز أصحاب الهمة والنشاط في عام 1598 طلبت الملكة إلزابيث من المدعو توماس دالام الذي صنع لها آلة أرغان أي يحمل الآلة ويقدمها هدية منها إلى السلطان التركي الذي كانت تحاول كسب وده لتحصل منه على تنازلات تجارية وتحالف عسكري وقد ابتهج السلطان بالهدية وألحها على دالم كي يبقى في القسطنطينية إلا أن الحنين إلى الوطن كان قد غلبه فقرر العودة إلى إنجلترا ولكن ليس قبل أن يلقي نظرة على حضايا أو حريم السلطان اقتباس كان الجدار سميكا ولما اقتربت من النافذة وجدتها ذات قطبان حديدية متينة لكنني تمكنت أن ألمح من خلالها ثلاثين من حضايا السلطان يلعبن بالكرة في باحة واسعة لقد ظننت للوهلة الأولى أن من أراهم شبان ولكن سرعان ما أدركت أنهن فتيات عندما رأيت شعرهن يتدلى مضفورا على ظهورهن وقد عقدت نهايته بشرابة ذات الألوة لقد كن فتيات جميلات حقا وعندما أطلت تحديقي بهن بدأ مرافق الذي أتاح لي رؤيتهن يتبرم بي فلوى شفتيه وضرب الأرض بقدميه كي أشيح وجهي عنهن وما كنت راغبا في ذلك لأن المشهد كان يملأني حقا بالسعادة والنشوة انتهى الاقتباس إن مثل هذه الحكاية أصبحت أساس ما يكتبه الرحالة فقد أدركوا أنه من أجل تسلية مواطنيهم لا بد أن يصفوا لهم حضايا الحري وكان وصف مثل هذه المشاهد متشابها بصورة صارخة في جميع الروايات التي كانت تتوالى ليدعم بعضها بعضا في هذا الوصف إلى أن تمكنت في النهاية من ابتداء صورة متكاملة للشرق دعا متاها الشهوة والاستبداد إنها الصورة التي جاءت لتلبي نزوات مجموعة من الخيالات الأوروبية وكانت هذه المشاهد الوصفية تتخلد بفعل تكرارها وإعادة نقلها مرة بعد مرة ولأنها كانت تتطابق تماما مع المتطلبات والتوقعات الغربية ولم يتمالك الرحالة الغربيون أنفسهم وهم يصفون المظاهر المعمارية لبلاط السلطان التركي عن إضافة العديد من التفصيلات هنا وهناك كي يجعلوا ما يسردون أكثر أسطورية فسير جورج كورتهوب مثلا الذي كتب في منتصف القرن السابع عشر ملأ بقلمه حلائق قصر القسطنطينية الخاوية بكل ما لديه من نماذج جاهزة عن أمراء ومخصيين وحضايا عاريات فهو ما كاد يلمح من بعيد بركة ماء رخامية حتى تخيل سلطانا تركيا يجلس قبالتها وقد استغرق في لعبة تدغضغ نزواته اقتباس بعد أن يجعل السلطان حضاياه العاريات في البركة يروح يتسلى بقدفهن بكرات صغيرة تلسع أجسادهن وتلتصق بها وقد يعمد أحيانا إلى زيادة الماء في البركة حتى يغمر رؤوسهن فيحاولن وهن يغرقن الصعود إلى أعلى لاستنشاق الهواء فإذا هن صاعدات هابطات في لجة المياه طلبا للحياة وعندما يكتمل سرور السلطان بهذه اللعبة المسلية يأمر بتفريغ الماء وينادي على المخصيين ليخرجوا من البركة من بقي على قيد الحياة منهن انتهى الاقتباس كان مثل هذا السيناريو يلخص الشرق للقارئ الغربي إنه مكان الجنس والاستبداد والنزوات فليس لشرقيين من هم سوى الانغماس في مثل هذه التسليات إذ لا قيمة للوقت عندهم ولا حدود زمنية لملذاتهم وقد ترافقت فكرة الشرقي الوحشي مع فكرة الشرقي الفاسق في تركيب القصص الغربي وكان ثمة نموزج أثير لدى كتاب تلك الفترة يكررونه باستمرار إنه قصة السلطان التركي الذي يقع في حب جارية له فيهمل كل شؤون الدولة من أجل أن يبقى في أحضانها وعندما يلومه زراؤه وضباطه ويحثونه على قيادة جيشه الذي كان على أبواب المعركة يستشيط غضبا لتدخلهم في شؤونه وذات مساء يطلب من عشقته أن ترتدي أحلى ملابسها الحريرية الشفافة التي تبرز جمال جسدها وأن تلحق به إلى وليمة كبيرة يقيمها في قصره وعندما تصل إلى هناك يعانقها أمام حاشيته وبلمحة عين يستل سيفه ويبتر رأسها وثمت رواية أخرى تقول إنه يطلب من وزرائه أن يأتوه إلى مخدعه حيث تنام عشقته عارية في سريره وماء يرفع الغطاء عنها ويكشف لهم مفاتن جسمها حتى ينهال عليها طعناً بخنجره إلى أن تموت ومن ثم ينطلق معهم إلى الحرب إن هذا التركيب القصصي كان وليد تركيب إنجلترا الإليزابيثية التي كانت تتطلع إلى قامة إمبراطورية تجارية فتلك الفترة هي التي شاهدت وضع الأسس الأولى لبناء الكيان الإمبريالي المقبل وذلك عندما نجحت تجار أصحاب المطامع في أن يجعلوا من القرصنة عملاً وطنياً بهدف كسب أسواق بعيدة عن جزيرتهم البريطانية ولا شك أن هؤلاء الرحالة من التجار كانوا يهتمون أولاً بشؤون تجارتهم إلا أنهم كانوا في بعض الأحيان وبقصد الربح على كل حال يهتمون بسكان البلاد التي يطمعون بجني الثروات منها فعلى سبيل المثال كلفت شركة الشرق كاتباً اسمه شارلز روبسون بوضع تقرير وصفي عن حلب السوق الرئيسية للشرق كافة إلا أن مثل هذه الكتابات لم تنحرق إلا فيما ندر عن الأفكار الموروثة حول صورة الشرق فقد عاد هؤلاء الرحالة وأكدوا أن الشرقيين هم أهل التعصب والعنف والشبق ولما كان العصر الإلزبيثي هو الذي سادت فيه نزعات الميلو دراما والعواطف الجياشة والعنف فقد وجد كتاب هذا العصر في الشخصيات الشرقية الجاهزة والراسخة في خيال عامة الناس معيناً لا ينضب ومن هنا أصبح المسلم والتركي والمغربي والزنجي الأشرار الرئيسيين في مسرحيات تلك الفترة فالكتاب المسرحيون العاديون وصفوا هؤلاء بقسوة مفضوحة السداجة بينما رفع كتاب من أمثال مارلو وشيكسبير من شأن هذه الشخصيات بعض الشيء بطريقة مبطنة ولكن رغم أن شيكسبير يجلو صفحة عطيل بجعله خادماً أميناً لدولة البندقية وجندياً يحارب في سبيل السلطة المسيحية بل ويجعل منه قاتلاً للأتراك فإنه يبقى في المسرحية شخصية همجية ولو من نوع نبيل بعض الشيء وتظل طبيعته الفائرة وغرائزه الجياشة هي الغالبة وتذكر غيرته بالمفهوم التقليدي للغيرة الشرقية كما أن انتقامه ما كان إلا نتيجة حتمية لهذا المفهوم والمسرحية في آخر الأمر إنما تدين فكرة قيام علاقة جنسية بين أعراق مختلفة لأن مثل هذه العلاقة لا يمكن إلا أن تنتهي بمأساة لكونها تخلقل موازين العرف السائد ولذلك ينبغي أن لا يسمح أبداً للرجل الأسود أن يطأ المرأة البيضاء أو النعجة كما وصفها ياغو ولابد من إنزال العقاب بالاثنين معاً لأنهما انتهكا المألوف ثم إنه غالباً ما يجعل سفر إلى الشرق والاحتكاك بأهله محفوفين بالخطر فهذا مارك أنتوني في مسرحية شيكسبير أنتوني وكليو باترا يبدأ سفره إلى الشرق وهو الروماني الصلب ولكنه لا يلبط أن ينقلب إلى أسير الملدات الشرقية ويسقط مستسلماً لساعات الحب والتراقي ويهوي من علياء مكانته الأولى ويقع في أحضان الشرق الذي يصور كنقيض لرومة حتى صار مستلب العقل وتحول قلب الضابط الصامد إلى مجرد مروحة لا شغل لها إلا إطفاء شهوة تلك الغجرية فإذا كانت روما هي الواجب والاحترام والمركز الاجتماعي والإمبراطورية والزواج فإن مصر كيلو باترا ذات السحر هي الانغماس في الملدات وإهمال العالم وشؤونه إن أنتوني يدرك تماماً ما يعتريه ويتمنى لو يتخلص من عواطفه المشبوبة اقتباس علي أن أقطع صيلتي بهذه الملكة التي تسحرني انتهى الاقتباس ولكنه يعرف أيضاً أن عليه قبل كل شيء أن يحسم ازدواجية الرغبات التي تعتلج في داخله فإذا ما أراد المجد والسلطة فعليه بالغرب أما إذا أراد الحب والعاطفة فما كانهما الشرق ونرى أنتوني وقد جذبه الغرب لبرهة عابرة يقسم اقتباس علي أن أحطم هذه الأغلال المصرية وإلا فسأخسر نفسي إذا ما استلبني الحب نهاية الاقتباس ولكنه لا يستطيع أن يحسم شيئاً فالرحلة إلى الغرب ترجعه من جديد إلى التعلق بمصر فلا يكاد يصف حسابه مع قيصر ويعاود العمل العام ويعقد زواجاً سياسياً حتى نسمعه يفصح عن نواياه إنه يرغب في الغرب والشرق جميعاً ليبلغ ما يريد فالعراف الذي يقابله يعيده إلى سحر مصر ويدكره بالرغبات والشهوات فيقول رغم إقدامي على هذا الزواج الذي تمليه مصلحتي فسأذهب إلى مصر لأن في الشرق كل مساراتي وهكذا يتضح الفرق بين غرب وشرق الغرب هو استقرار اجتماعي والشرق هو مسارات بلا قيود وأنطوني يريدهما معاً ولكن الضرورة تجعله خلال المسيرة الدرامية يفضل من حين إلى حين واحداً على الآخر فالمسرحية تقول إنه لا يمكن الجمع بينهما لأنهما متناقضاً ويأتي حوار على لسان شخصين يراقبان ما يجري يصفان لامرأتين اللتين تفرقت نفس أنطوني بينهما الزوجة أوكتافيا والحبيبة كليو باترا فهذا ميسيناس يشيد بإكتافيا وحكمتها وتواضعها ويقول إنها جاءت هبة عظيمة لأنطوني وإنها ستكون له سنداً في المجتمع أما إينو باربوس فيصف كيلو باترا وسفينتها الملكية ويقول إنها لا تكاد ترويك حتى تعود فتجعلك تعطش إليها من جديد وتحل الهزيمة عندما لا يعود بمقدور أنطوني أن يفصل ما بين الغرب وشرق بين الواجب والعاطفة بين الحرب والحب وعندما تترك كليو باترا المعركة في اللحظة الحاسمة يلحق بها أنطوني مأهوداً بسحرها ولكنه يعيش في الندم على فعلته هذا ويروح يروي ويلات الحب آهن يروح مصر المخادعة أيتها الساحرة الخطيرة يا من عيناك أغرتا جنودي وجذبتاهم إليها يا من كان تديها هو تاجي ومصيري يا غجرية أغوتني وقادتني إلى الهلاك آهن يا إيروس آهن يا إله الحب ولكن هذين النازعين لدين يتصارعان داخل أنطونيو لا يحسمهما إلا الموت فبالموت وحده ينتهي صدام بين الشرق والغرب لقد أتى الشرق إلى أنطونيو ممثلاً بسفينة كليو باترا التي كانت مزيجاً من أنواع المسرات والملدات موكب وانفخم وروائح عطور وبخور وبريق حرير مقصب يتلألأ في ضوء الشمس وامرأة هي ملكة وحبيبة وعشيقة إنها خلاصة الشرق كله هذا الشرق الذي ابتكره الغرب ليتأمله ويستمتع بصورته وقد ترافق الشرق دائماً في الدهن الأوروبي بالتوقعات الجنسية إذ كان يبرز في ثنايا النصوص اللاهوتية والأسطورية القديمة نموذج المرأة الغاوية فهناك ديدو في رواد فريجل تستقبل إينياس في فراشها كما استقبلت كليو باترا أنطوني في سريرها وهناك ميديا المتطرفة في عواطفها وعنفها إنها الشرقية الهمجية التي تغوي وتصد في اللحظة الواحدة ثم هناك بلقيس صاحبة عرش اليمن المرأة الشرقية الجميلة التي أسمعها الملك سليمان أعذب كلمات الحب أما سالومي فجمالها وشرها متلازماً ورقصها يثير ويخيف في آن واحد وقد أصبحت موضوعاً هاماً في أيقونات عصر النهضة وفي لوحات القرن التاسع عشر وأدبه وموسيقى كانت المرأة الشرقية بدعة قصصية لبت طلعات الخيال الغربي ولكن لم يلبت هذا الخيال أنهزته مرأة شرقية أخرى ابتكرت لترويا هي نفسها القصص والحكاية وكانت حكاياها غامضة وحالمة تماماً كما كان يشتهيها المستمع الغربي ففي عام ألف وسبعمائة وأربع بزغت هذه الشرقية في سماء أوروبا وكانت من نوع جديد وسرعان ما خلبت لب الأوروبيين كان اسمها شهر زاد ألف ليلة وليلة إن مجموعة القصص التي تعرف باسم ألف ليلة وليلة لم تكن في يوم من الأيام نصاً بعينه في الأدب العربي كما يظن القارئ الغربي فهذه القصص كانت أولاً وأخيراً حكايات شعبية استمر تناقلها بالرواية الشفاهية عن طريق الحكواتية الذين كانوا يزيدون عليها ويتوسعون في حبكاتها ويزخرفونها من لدنهم بنوادر وأشعار تنم عن أدواقهم الشخصية ولهذا أصبحت القصص متغايرة بشكل واضح وذات صيغ مختلفة تعكس اختلاف خصائص الأمكنة التي رويت فيها ولما كانت هذه القصص قد انبتقت من الأجواء الشعبية التي كانت سائدة في بلاد الهند وفارس والعراق والشام ومصر فإنها عكست بطبيعة الحال رؤية العامة الذين كانت تروى لهم باللغة الدارجة كي تستسيغها أسماعهم لهذا كله لم يكن بالإمكان اعتبارها من الأدب المسقول ونظر إليها على أنها من نوع التسلية الهابطة حسب ما وصفها المسعودي في كتابه مروج الذهب أما ابن نديم فلم يرى فيها أي تقيمة أدبية لكنه أقر وهو كاره أن لها شعبيتها بين أوساط الأميين أما تاريخ وسبب وضع هذه القصص كتابة فلا يزالان محل جدل لكن الأمر الواضح هو أنه جرى تدوينها بهدف المحافظة عليها وأن نصوصها المكتوبة كانت متباينة ومختلفة أيضا بقدر تباين واختلاف رواياتها الشفاهية إذن لم يكن تم تنص بعينه لقصص ألف ليلة وليلة بل نصوص متعددة لتلك الروايات الشفاهية التي جاءت من أصول وأزمان مختلفة وكانت كما أشرنا تعكس خصائص البلاد التي انبثقت فيها ولكن عندما انتهت هذه القصص إلى علم أحد الأوروبيين وقرر ترجمتها وجعل منها نصا محددا بقي في التداول ما يربو على القرن عندئذ فقط رسخت ألف ليلة وليلة على الصورة التي عرفها بها الغرب هذا الأوروبي كان أنتوان جالان الفرنسي الذي أوجد نصا محددا من أشياء كثيرة متفرقة كانت بين يديه فهو لم يكن مجرد مترجم لهذه القصص العربية بل كان بالأحرى مخترعا لظاهرة غربية هي مسلسلة لألف حكاية وحكاية من نسج الخيال لذلك لم يرتبط هذا العمل بنشاطه كباحث وعالم ولكنه كان هو الذي أكسبه الشهرة الأدبية فقد التصقت شهرزاد باسمه مثلما التصقت شخصية إيما بوفاري بمؤلفها كوستار فلوبي ومع أن الشائعة هو أن قصص ألف ليلة وليلة جاءت إلى الغرب لأول مرة عام 1704 عندما نشر جالان المجلد الأول منها فإنه يمكن القول دون مجانبة الصعب أن عددا كبيرا من هذه القصص سبق أن عرفتها أوروبا منذ القرن الخامس عشر وكان جالان نفسه على علم بهذه المعرفة الأوروبية المبكرة بتلك القصص وبالاقتباسات الأدبية التي تولدت منها فقد أشار إلى أنها قصص قديمة سبق أن أخذ منها المؤلفون الأوروبيون القدامى الشيء الكثير منذ بداية الاتصال بالشرق خلال الحروب الصليبية ففي فرنسا نجد على سبيل المثال أن قصة كليوماد ترتكز في موضوعها على قصة الحصان المسحور وقصة بيير دو بروفانس ومايجيلون الجميلة تكاد تكون مطابقة لقصة قمر الزمان كما أن الإطار القصصي لألف ليلة وليلة يبدو واضحا تماما في قصة أورنالدو فيوريسو التي كتبها أريستو الأمر الذي يؤكد معرفة أوروبا بهذه القصص من قبل إلا أن الكيفية التي انتقلت بها هذه القصص تبقى غير مؤكدة ويمكن القول إن من حملها إلى أوروبا كانوا أولئك النفر من مسيحي ويهود الديار الإسلامي ومن الصليبيين العائدين من غزواتهم ومن التجار والرحالة والمبعوثين وبذلك أصبحت تلك القصص واحدة من سلع الشرق المتداولة حول العالم كما التوابل والأقمشة الحريرية وكان يجري تبادلها في أماكن شدة بدءا من المرافئ البحرية المتواضعة وانتهاءا بالصالونات الأنيقة الفخمة كان أنتوانجالان مبعوثا فرنسيا ملحقا بالبعثة الدبلوماسية الفرنسية في القسطنطينية وتعكس المذكرات اليومية التي كان يسجلها حين ذاك انبهاره بالمخطوطة الشرقية وسعيه الدأوبة للحصول عليها ويبدو أنه كان يتحلى باهتمام البحاتة حين يتمعن في النصوص القديمة كما كان بالغ البراعة في التقاطها والمساومة عليها اقتباس وجدت ذات مرة كتابا بعنوان تذكرة الشعراء يضم ثبتا بأسماء أشهر الشعراء الأتراك وفق التسلسل الأبجدي وقائمة بأعمالهم ودراسة لأفضل قصائدهم وقد طلب البائع فيه عشرة قروش ولكن كان يمكن الحصول عليه بأقل من ثمانية قروش انتهى الاقتباس قام جالانو بنسخ وترجمة العديد من المخطوطات التركية والفارسية والعربية وكان بذلك يسير على خطى أستاذه ديربلو الذي كان مستشرقا يتطلع إلى اكتساب أكبر قدر من المعرفة عن الشرق وعندما توفي ديربلو قبل أن يتم كتابه الضخم الموسوعة الشرقية كان على تلميذه جالان أن يكمله ويقدمه إلى الناس لقد عرف جالانو الشرق وهو في فرنسا من خلال عمله بحاثة ودارسا للغات الشرقية ولكن هذا البحاثة ما يلبط أن يصبح جالانا الرحالة يدون الملاحظات والمشاهدات بمجرد أن يجابها عالم القسطنطيني فرغم كل دقته العلمية لم يستطع أن يتمالك نفسه عن الانجراف نحو رؤية المظاهر التي كان قد توقع سلفا أن يراها ومثل العديد من الأوروبيين قبله ركز جالانو اهتمامه على مظاهر العنف التي يفترض أنها ملازمة لشرق فهو يصف في أحدى يومياته بافتنان مرعب تفاصيل أعدام عصابة من اللصوص بعد أن يؤمر اللصو الأول أن يتلو صلاته قبل أن يقطع إربا بطريقة عشوائية اقتباس وحين أبطأ في تلاوة الصلاة ضرب بالعصى ثم أركع وهو شبه عار وأمسكه الجلد من شعره بيد وضرب عنقه باليد الأخرى ولكن الضربة لم تفلح في قطع رأسه فضربه ثانية إلا أنه لم يتمكن أيضا من فصل الرأس تماما عن الجسد فبقي معلقا به من بعض أطرافه ومن ثم تركه مطروحا على الأرض انتهى الاقتباس وكان العنف في الشرق في يوميات جالان غالبا ما يقرن بالمرأة وهو أمر تكرر في كتابات الرحلات الأوروبية فعالم الحريم عدواني النزعة والزاخر بالجرائم العاطفية كان حاضرا باستمرار في ذهن الرحال الأوروبي وطالما فتنه وأثار فضوله فعمل بكل الوسائل على تصويره وكان هذا التصوير يأتي ليعزز وصوفا سابقة كتبها رحالة آخرون من قبل مما أدى آخر الأمر إلى تأكيد القصص المختلقة ذاتها تأثر جالان برحالة أوروبيين سبقوه إلى الشرق فلقد قابل شاردان الذي كانت كتابته عن بلاد فارس أساس النظرة الأوروبية إليها في القرن الثامن عشر ومع أن شاردان كان رحالا من نوع مجد وحساس إلا أنه لم يستطع أن يكون كامل النزاهة فيما كتبه فهو لم يتمكن من تناسي عالم الحريم الذي كانت أوروبا ملعة به أشد الولع فقد أكد على القسوة السائدة فيه وعدد القيود المفروضة على النساء وأورد أمثلة وحكاية عن العقوبات المزاجية التي كنا يخضعنا لها مكرهات ومن هذه الأمثلة التي ذكرها شاردان أن شاه عباس كان له حضية أسرت قلبه وقد طلبت منه ذات مرة أن لا يجامعها لكونها مريضة بعد أنه تحقق من الأمر ووجد أنها كاذبة فأمر بأن تحرق حيا كانت أمثال هذه الحكايات ترسح في التداول صورة الرجل الشرقي المنتقم وهي صورة كانت بالغة الأهمية لما رسم الشرق من فناني القرن التاسع عشر ويسرد جالان قصة جارية من القسطنطينية كان سيدها يسيء معاملتها اقتباس كان ينهال بالضرب على باطن قدميها بصورة مستمرة حتى أوصلها إلى درجة من اليأس جعلتها تحرق المنزل ثم تشنق نفسها كانت تريد معاقبة سيدها على قسوته والانعتاق منه في الوقت ذاته انتهى الاقتباس ولقد كانت المشاعر الأوروبية حيال المرأة الشرقية متذبذبة لا تستقر على حال إذ كانت تنوس بين الرغبة والشفقة وبين الاحتقار والغضب وكانت النساء الشرقية يصورن مرات ضحايا للجنس ومرات ساحرات ماكرات وقد رأى شاردان أنهن أكثر نساء الأرض مكرا وأنهن متعجرفات وغادرات ومخادعات وشريرات وفاجرات وأنهن يقضين كل حياتهن في الإعداد للجنس وحبك المكايد الجنسية ومما رواه شاردان أنهن كن يملأن أكياس الكتان الصغيرة بالمسك ويدخلنها في مكان تمنعني الحشمة من أن أسميه وما يغيب رجالهن حتى يتطارحن الغرام فشرقيات معروفات بأنهن سحاقيات وقد ركز بورتن على هذه النقطة بالذات فيما بعد ثم يتحدث شاردان عن فسقهن واستسلامهن للكسل ويلخص صفاتهن بقوله اقتباس إن شرقيات يقضين عمرهن باللا مبالات والكسل ولا عمل لهن إلا لاستلقاء طيلة النهار على الأسرة حيث يتلذدن بمرور أيدي الجاريات الصغيرات على أجسادهن تمسيدا ودعكا أو أنهن يمضين الوقت بالتدخين انتهى الاقتباس إن الصورة التي ابتكرها جالان هي التي شهرت وبخاصة عندما وقع على حكاية مناسبة يرفدها بها فمن بين جميع الأعمال التي ترجمها عن اللغات الشرقية خلال حياته الأكاديمية ذات الإنتاج الوفير نجد أن عملا واحدا فقط هو الذي بهر أوروبا والأوروبيين ألا وهو كتاب ألف ليلة وليلة بالرغم من كونه أدنى إنتاجه قيمة وأقله دقة في الترجمة وأبعده تمثيلا للأدب الذي انكب على دراسته والذي كان يتمنى لو عرف به قراءه لقد سخر جالان نفسه من الطريقة التي كتب بها قصص ألف ليلة وليلة وذكر أنه كان يتسلى بكتابتها بعد العشاء ليروح عن نفسه من عناء يوم طويل قضاه في الدراسة الأكاديمية الجد وعندما نالت القصص نجاحا سريعا فور نشرها كان من الطبيعي أن يزهو بذلك إلا أنه في الصميم أحس بجرح أصاب كبرياء العالم في داخله وأدرك وجه السخرية في هذه الشهرة التي اكتسبها وكتب إلى صديقه كبري يقول اقتباس لقد استقبلت ألف ليلة وليلة استقبالا حسنا لدى الجميع وفي كل الأمكنة في البلغات في باريس وفي المقاطعات ومن قبل الرجال والنساء جميعا ولا أتصور أنهم سيولون اهتماما مماثلا لأعمال كنت أتمنى منذ وقت طويل لو توفر لي طبعها والتي لا أظن أنها سترى النور أبدا انتهى الاقتباس ومع ذلك فإن جالان لم يكن ليستخف بهذا الإقبال الشعبي فقد اعترف لصديقه كوبر بأنه كان دائما يتطلع إلى مخاطبة القارئ العادي وإلى إسعاد الناس لا إلى تعليمهم ووصف لصديقه ترجمته بأنها لم تتقيد تماما بالنص فالترجمة الدقيقة لم تكن لتسعد القراء لذلك جعلت من الكلمات العربية نصا فرنسيا ممتعا دون أن ألتزم بحرفية هذه الكلمات انتهى الاقتباس وفي سبيل أن يتوصل إلى هذا النص الممتع عمد جالان إلى ضبط العربية الدارجة لتلائم الحذلقة اللغوية الفرنسية في أدب القرن الثامن عشر ومثال ذلك أنه استعاد عن الكلمات العربية البسيطة في قصة الشاب ملك الجزر السوداء بجمل ذات أناقة متكلفة أوردها على لسان الملك الذي يدعو زوجته غير الوفية إلى البكاء كيما ينجلي حزنها اقتباس يا سيدتي أنا لا أنكر ألمك ولتثقي أنني أحمل معك منهما أحمل وكم كان سيدهشني لو أنك لم تتأثر بهذه الخسارة التي منيت بها إذن فلتبكي لأن دموعك هي التي تشهد حقا على طبعك المرهف مع أنني أتمنى لو كان بيدي أن أخفف عنك ما تعانين انتهى الاقتباس والطريقة التي نقل بها جالان هذه القصة نفسها تعكس خصائص أسلوبه بشكل عام فقد عمد إلى الاستغناء عن التفاصيل غير اللائقة التي من شأنها أن تخدش مشاعر قراءه لهذا حدف وصف الممارسة الغرامية بين الملكة وعشقها وعندما يلمح شاه زمان زوجة أخيه في الفراش مع خادمها يعود جالان إلى العبارة المهذبة فيقول اقتباس إن الحياء لا يسمح لي أن أروي كل ما جر بين هؤلاء النسوة وبين خدمه النسود ويكفي أن أقول أن شاه زمان رأى ما يكفي ليدرك أن وضع أخيه لا يقل سوءا عن وضعه نهاية الاقتباس هذه الرقابة الذاتية المرهفة التي مارسها جالان على نصوصه لم تذهب سودان فقد أغرمت أوروبا بألف ليلة وليلة كما كتبها وخلدت اسمه ومن الطرائف التي تروى عنه أنه عندما انقطع لبعض الوقت عام 1713 عند نشر حلقات قصصه انطلق في أحدى الليالي المعجبون بهذه القصص إلى منزله وراحوا يرمون الحجارة على نافذته وينادونه قائلين إذا لم تكن نائما يا سيد جالان فإننا نتوسل إليك أن تنهض وتروي لنا قبل أن يطلع النهار بعضا من الحكاية الممتعة التي تعرفها هذه الحكاية الممتعة كانت ترضي الذوق السائدة في مجتمع أوروبا الأنيق وهو ذوق يتميز بالتعلق بكل ما يتصل بالنمط التركي من فن وتصوير وكتابة فالشرق حسب ما نقله الأدب المستورد أصبح نوعا من الزينة والتسلية الخفيفة التي تغير من جو العقلانية المتزمت كما أن قصص ألف ليلة وليلة لبت توق القرن الثامن عشر للعودة إلى البدائية وإلى البساطة التي دعا إليها روسو حين نادى بالعودة إلى الطبيعة ولذلك نرى أن إيميل في كتاب روسو جعل شخصية روبانسون كروزو التي ابتكرها ديفو أعلى مستوى من جميع الشخصيات البطولية الأخرى ولعله مما يدعو إلى التأمل أن قصة البطولة في مغامرة سفينة المحطمة والجزيرة الخالية في رواية روبانسون كروزو إنما هي مقتبسة عن قصة سندباد من هنا قُبلت ألف ليلة وليلة بحماسة فائقة في عصر ساده تململ من الهيمنة الصارمة للعقلانية ونزوع إلى الترويح عن النفس في فسحة من الخيال بعيدا عن تلك الرصانة الطاغية وقد أتت هذه القصص إبان موجة لا دينية الفكرية عندما كان الأوروبيون يتوقون إلى التعرف على ثقافات غير الثقافة المسيحية وكان الشرق هو المكان الطبيعي لمثل هذه الثقافات ورغم أن الإسلام ظل محل شك وكراهية أوروبيتين إلا أن وجهه الدنيوي الذي أبرزته ألف ليلة وليلة خلق رغبة جامحة في طلب المزيد من هذا النوع القصصي ولكن الانفصال ظل قائما على كل حال بين الأسطورة الأدبية والواقع السياسي فأوروبا كانت قد بدأت تولي الشرق اهتمامها الاقتصادي البالغ وما إن أشرف القرن الثامن عشر على نهايته حتى بدأ الوجود الإمبريالي يوضح معالمه في الشرق وهكذا كان الافتتان بشرق اخترعته الأسطورة يسير جنبا إلى جنب مع اختراق الأسواق على الأرض الحقيقية لهذا الشرق إن الافتتان بقصص ألف ليلة وليلة جعل العديد من الأوروبيين يخلطون بين الشرق الحقيقي وشرق هذه القصص فالليدي ميري مونتاغو مثلا اعتقدت أن القصص هي وصف دقيق للمجتمع الشرقي الذي لامست أطرافه بصفتها زوجة لسفير بريطاني وكتبت بسزاجة مفرطة إن هذه القصص كتبها مؤلف محلي ولذلك فهي تصور عادات الناس هنا تصويرا حقيقيا وبذلك تداخل الخيال والواقع عند القارئ الغربي حتى توهم أنهما شيء واحد أما جوبين الفرنسي الذي بدأ سفره وهو تحت تأثير الأفكار نفسها فقد كتب اقتباس كلما خطونا خطوة في آسيا ازداد اقتناعنا أن كتاب ألف ليلة وليلة هو الأكثر دقة وصحة وكمالا من سائر الكتب التي وصفت أقطار هذا الجزء من العالم نهاية الاقتباس لقد خلق الظاهرة ألف ليلة وليلة هزة أدبية في تيار الكتابة القصصية في إنجلترا وفي أوروبا بعامة فشرق ألف ليلة وليلة أضحى مجالا رحبا للروائي والشعر وواسطة رمز إلى المعتقدات اللا أخلاقية وإطارا للكتابة الرومانسية وقد لخص فريدريك شيلجل حماسة الحركة الرومانسية لإمكانيات الشرق الأدبية بقوله اقتباس في الشرق نعثر على أرقى شكل للرومانسية فهو النبع الذي يجب أن ننهل منه إن العواطف الجنوبية الجياشة التي تسحرنا عادة في شعر الإسباني تبدو لنا بالمقارنة جد هزيلة وضائلة انتهى الاقتباس فالرومانسيون وجدوا في شرق عالما مختلفا كل الاختلاف عن عالم الكلاسيكية عالما لاعقلانيا تملأه وتلونه حرية التخيل والحساسية والقدرية كان الشرق يوفر لهم خلفية ذات مناظر ضبابية وشاعرية يتحرك عليها أبطال رواياتهم وقصائدهم ففي قصيدتي ألاستور وثورة الإسلام نرى أبطال الشاعر شيلي يزورون الأطلال ويمرون بواد النيل ويجتازون فارس والجزيرة العربية ويستقلون جبال الهملايا حتى يصلوا إلى أكثر الوديان عزلة في كشمير وبذلك يبرز أمامنا المحور الرئيسي الذي تدور حوله القصائد الرومانسية ألا وهو الترحال وقد لخص هذا الشغف بالرحلات الشاعر كيتس في بيتين آهن لو أصل من الهند صباح كل اثنين آهن لو أعود من الشرق الغني كل ثلاثة كان شرق الرومانسية مكانا لا يمت بصلة إلى الشرق الحقيقي فلم يكن هناك أي محاولة لتصوير المدن أو مظاهر البؤس الاجتماعي أما الفقر فلا وجود له في الشرق الأسطوري إنه الشرق الرافل بالغنى إنه كما لخصه شاتو بريان حمامات وعطور ورقص ولذائذ أسيوية وكان أحد المواضيع الأثيرة لدى الرومانسيين هو موضوع البلبل والوردة الذي كان أول من جاء به إلى سمع الأدب الإنجليزي الليدي وونتاجيو في مراسلتها مع أليكسندر بوب فقد ذكرت في إحدى رسائلها إليه عام 1717 أن البلبل غنى كأحلى ما يكون الغناء ليصف حبه للوردة ولم يتهب هذا التلميح العاطفي سودا فقد التقط بوب هذه الرومانسية الشرقية بسعادة وتابعها في مغازلته للليدي منتاجيو وراح يكتب إليها من منطلق صورة الشرق الماجنة قائلاً اقتباس إنك ستصلين قريباً إلى أرض الغير حيث النساء الكسيرات لا يجد من يتحدثن إليه سوى المخصيين الذين حولهم نهاية الاقتباس ويسترسل بوب في وصف منتاجيو وهي توغيل في الشرق اقتباس هأنا أسمعهم يقولون هناك إنك تتدربين على الاسترخاء على الأريكة وإنك صرت بارعة في لف العصابة الشرقية على رأسك وإنك الآن تستحمين وتتعطرين ومن ثم أسمع كيف أنضيت ليلتك الأولى في بيرا حيث حلمت بجنة شرقية وما إن صحوت حتى أصبح جسدك الجميل متمتعاً بكامل حريته ليمارس كل الفعال الرائعة التي خلق من أجلها نهاية الاقتباس إن هذه المبالغات التي وصف بها الشرق حالت دون رؤيته بصورة واقعية وجدية فالكاتب أوليفر جولدسميت استمر مثلاً في النهج ذاته وفي الكتابة الروائية عن الشرق بأسلوب الرسائل الذي كان شائعاً في القرن الثامن عشر ويقول في رسالة وجهها إلى صديق في الشرق اقتباس أخبروني أنه ليس في الشرق حفلات ولا طبول ولا أوبرا بل هناك الحريب كما أخبروني أيضاً أن جميلاتكم الأسيويات هن أكثر نساء الأرض تجاوباً في علاقات الغرام نهاية الاقتباس أما رواية الوافق للكاتب وليام بيكفورد فكانت البداية لنمط من الكتابة عن الشرق أنتجها الرمزيون الذين جاءوا بعده في القرن التاسع عشر إنها تصور شرقاً قاتماً وشريراً ومرعباً حيث البطل رجل أغواء ولكن الهلاك قدره لقد شحدت ألف ليلة وليلة خيال بيكفورد وألهبت عواطفه منذ طفولته كما أنه تأثر بنصوص المستشرقين كالموسوعة الشرقية التي وضعها ديربلو وكتاب ريتشرتسون الذي صدر عام 1777 بعنوان رسالة عن لغات وآداب عادات الأمم الشرقية والملاحظ أن علاقة الواثق إنما تمثل علاقة الزن التي كانت قائمة بين بيكفورد وبين لويزا زوجة ابن عمه أما قصة الخليفة الشاب واسع الثراء والغارق في الملذات والذي ضرب عرض الحائط بكل الضوابط الأخلاقية في سبيل شهواته فهي قصة الكاتب بيكفورد نفسه إن صورة الشرق هذه خدمت أغراض بيكفورد الفنية فروايته الواثق إنبتقت من أسلوب القصص الشرقي في القرن الثامن عشر الذي جعل من الشرق إطارا أدبيا واستعار عوالمه الداخلية الفنية وحاكى أساليبه اللغوية الطنان ولقد وفر الشرق للغرب امتدادا فسيحا ومزخرفا ومنهجا شعريا حسب عبارة الشاعر بايرون وأخذ بيكفورد الشرق الأسطورة وجعل منه أسطورة أكبر فها هو يكتب إلى السيدة هيرفي اقتباس لا تظن يا أختي العزيزة أن الشرقيين هم الذين يبهجونني بل البلاد التي يقتنونها هي التي تستحوذ على إعجابي فهي وحدها التي أحب في هذا العالم إن غابات توابلهم وحيواناتهم الغريبة وأنهارهم الكبيرة هي مصدر سعادتي نهاية الاقتباس كان الشرق الأدبي الملجأ الذي جذبه فهرب إليه إذ يقول إن خيالي يطوف في بلاد أخرى بحثا عن متعة افتقدتها في وطني لقد وقع بيكفورد تحت تأثير هذا الشرق الرومانسي الذي ألغى كل القيود التي كبحه بها وطنه الشمالي اقتباس إن برودة المزاج الإنجليزي تقرس بنية الهشة لدرجة الموت إنني لا أستطيع تحملا لا مبالاة الجامدة لدى أقران وطني فما الذي يدعوني لأرجع وأعيش فيما بينهم لا شك أن الجزيرة البريطانية جميلة ولا مثيل لغاباتها وللون الأخضر فيها أما سكانها فرحمتك يا رب انتهى الاقتباس وفي فترة متأخرة من حياة بيكفورد حين ازدادت عداوته للمجتمع وأصبح أكثر عرضة للاكتئاب الشديد الذي كان يلازمه دائما انسحب إلى فونتيل الصرح الهندسي غريب الشكل الذي بنى فيه القاعة المصرية وبلغ في جنباته سن الرشد عندما تسلطت عليه أجواء ألف ليلة وليلة وفي تلك القاعة استمر في مطالعة أدب الاستشراق ووصف إحدى أمسياته فيها قائلا اقتباس لقد كدحنا أنا والسيد هنلي في المكتبة كما تكدح الجمال العربية الصبورة لتزال المكتبة كما هي ولا يزال كتاب دون كيشوت يتألق في تجليده المغربي الأنيق ولكن البهو يبدو الآن موحشا بعد أن ذهبت لويزا بعيدا ولا يمكنكم أن تتصوروا مدى الكآبة التي تسوده حين تخفط المصابح حوالي منتصف الليل فكثيرا ما أظنني أمشي في سراديب الموتى في مصر وأتوقع في كل لحظة أن أتعثر بواحدة من مومياتها نهاية الاقتباس كان لرواية بيكفورد الشرقية تأثيرها على اثنين من معصره الأحدث سنا وهما بايرون ومو الذان يدينان فيما كتبا لتركيبها الأدبي وفي أنهما أفادا من الموجة الجديدة التي خلقتها فطبيعة بايرون المتهورة وجدت ضالتها في مبالغة رواية الوافق ولهذا رأيناه قبل أن يغادر إلى اليونان عام 1823 لا يحتفظ إلا بها دون سائر كتبه التي أوصى أن تعرض كلها للبيع وقد بدل بايرون عدة محاولات لمقابلة بيكفورد الذي كان رافضا أن يلتقي به إذ كتب يقول اقتباس ما جدوى هذه المقابلة؟ فلو نحن التقينا لرحنا نتحدث كلانا في وقت واحد ولتكلفنا السرور ولبدأت من ثم فيما بيننا المراسلات وهي أقسام ما يمكن أن يتصوره المر لأنها ستكون مصطنعة ولكن طالما أستطيع من خلال أعماله أن أتمتع بأفضل ما يمتاز به عقله فماذا أطلب أكثر؟ انتهى الاقتباس ولعل الحقيقة كما أشار الناقد جاي دوليو أوليفر هي أن بيكفورد قد يكون تجنب مقابلة الشاعر لسبب أعمق فبايرون يشبه كثيرا الشاب العاطفي الفذ الذي كانه بيكفورد بنفسه وأن أي لقاء معه سيكون بمثابة تجربة مضنية لرجل مثله يريد أن يطمس ماضيه طمصا تاما كان بايرون مثل بيكفورد قارئا نهما لأدب الرحلات وروايات المستشرقين وقد كتب مرة لصديقه توماس مور عام 1813 ينصحه بقراءة مؤلف كاستلان عن عادات وملابس العثمانين الصادر عام 1812 لاعتقاده بأنه سيزوده بالمادة اللازمة لتأليف قصيدة عن الشرق وحثه في رسالته على كتابة القصيدة لأنها ستلقى ترحيبا في الجو الأدبي السائد آنذاك اقتباس فلنكتب عن الشرق إنه النهج الشعري الوحيد فالشمال والجنوب والغرب استنفذت جميعها ولم يبقى أمامنا إلا هذا الشرق أما القليل الذي فعلته أنا فليس سوى صوت أطلقته في البرار الواسع ليماهد السبيل أمامك وإذا كان قد أصاب بعض النجاح فإنه الدليل على أن الناس أصبحوا ميالين نحو الشرق انتهى الاقتباس كانت نصيحة بايرون بارعة الذكاء لأن مور سرعان ماجنى ثروة من روايته الشعرية لالارخ التي نشرتها له دار لونغمان عام 1817 ودفعت له لقاءها مبلغا طائلا هو ثلاثة آلاف جنيه وتحتوي الرواية على قدر كبير من الأسلوب الوصفي الرنان المليء بالمبالغات مثل وصف المناظر الرائعة على جانبي الطريق الذي تسير فيه لالارخ لمقابلة عريسها وقد تعرض هذا المقطع الوصفي بالذات لنقد الرحال فيكتر جاكومونت الذي ضيقته بلا شك تلك الشعبية الهائلة التي لقتها هذه الرواية فكتب يقول أن تومس مور ليس عطارا فحسب بل هو كذاب أيضا إنني أسلك الآن الطريقة ذاتها التي قال إن لالارخ مشت عليها ولم تقع عيني على شجرة واحدة منذ أن غادرت دله إننا نجد في رواية مور تفاصيل ما يفترض أن يكون عليه الشرق عالم يغص بنساء ذوات عيون واسعة سوداء يملأها الحب والرغبة ولكنهن قابعات في أسر الرجال الأشرار كما يغص بالولائم الفاخرة والحرير والكشمير والمجوهرات والعطور والموسيقى والرقص والأشعار إلا أن هذا الوصف الغنائي للشرق لا يخلو من مسحة العداء الغربي التقليدي للإسلام فمور لم يفرق أبدا بين التاريخ وبين الأسطورة إذ تعود إلى سطوره أفكار العصور الوسطى عن الرسول محمد عليه السلام وفي قصيدته حقيبة البريد ذات البنسين التي كتبها عام 1813 نجد مقطعا بعنوان من عبد الله في لندن إلى محسن في أصفهان يقول فيه اقتباس ما أسهل أن تصنع جنة لفارسي فما هي إلا عيون سوداء وشراب ليمون انتهى الاقتباس ورواية مور تعتبر رومانسية بالمعنى الذي استعملت فيه كلمة رومانسية لأول مرة في القرن السابع عشر عندما كانوا يجبهون عملا ما بالرومانسيات القديمة ولذلك فإن رواية لالا روخ تشبه إلى حد بعيد رومانسيات القرون الوسطى التي تحدثت عن شرق صوره خيال مضطرم كان لبير يد طولة أيضا في تشجيع نشر قصيدة أخرى ذات نبرة شرقية إنها قصيدة قبل خان للشاعر كوليريج التي كتبها عام 1797 ونشرتها دار جون موري عام 1816 بطلب من بيرون كان كوليريج يشبه بيرون في الولع بكتب الرحلات والإدمان على قراءتها وبخاصة تلك التي تصور الرحلات إلى الشرق ويشير الناقد جاي بي بير إلى أن هذا الاهتمام الأدبي أفد كوليريج في أنه زوده بلفتات شعرية وبثروة من أساطير وجدها في سيار الرحلات التي تمعن في قراءتها كما أنه أكسبه الكثير من الصور المدهشة وقد تعلق كوليريج بشكل خاص بثلاثة كتب هي الحجاج لبورشاس الصادر عام 1625 ورحلة في عام 1697 من حلب إلى القدس لمؤلفه موندريل الصادر عام 1707 ورحلات لاكتشاف منبع النيل لمؤلفه بروس الصادر عام 1790 وكان للكتاب الأول والثاني أثرهما البالغ في كتابة قصيدة قبلخان فكتاب بورشاس زود كوليريج بتاريخ قبلة وبوصف قبة مساراته أما تصوير موندريل لدمشق وبردة فإنه كما يذكر الناقد بيه زوده بملامح كازاندو المدينة الساحرة التي وصفها في قصيدته ورغم أن كوليريج استعار الكثير من صور الرحلات هذه إلا أن طريقة استعماله لها لبت نوازع نفسية في تكوينه الشخصي فمن الواضح أن الناحية الجنسية البينة في تلك التخيلات عن قبة المسارات والكهوف والينبوع والحليب التي وصفها بورشاس كان لها رنين على وتر المشاعر والتداعيات الذاتية لديه فتصوير التفاصيل المبهمة في كازاندو لا يخرج عن كونه تصويرا لرحلة مضطربة في داخل كوليريج لأن شرق كوليريج كما شرق بيكفورد مضطرب وهادئ في أنمعن إنه مكان التناقضات المذهلة الشمس والجليد الرغبة والإشباع الجمال والبشعة لقد دخل كوليريج إلى الشرق وكأنه يدخل إلى عالم من النشوة والخدر ليحميه من عالم الحقيقة المضنية وقال في رسالة كتبها عام 1798 اقتباس كم أتمنى لو أكون في سرير من زهر اللوتس وأطفو على سطح محيط بلا نهاية ثم أصحو لبضع دقائق كل مليون عام لمجرد أن أعرف أنني سأرجع وأنام مليون عام أخرى لقد عشق كوليريج كتب ألف ليلى وليلى وهو طفل وكتب رسالة إلى توماس بول عام 1797 يصف فيها اقتباس مشاعر الرغبة والخوف التي كانت تلازمني عندما أرنو إلى النافذة التي وضع عليها الكتاب وكنت كلما غمرته أشعة الشمس أخذه وأجلس مستندا إلى الجدار وأنعم بقراءته انتهى الاقتباس وأشار كوليريج أيضا إلى معارضة والده الشديدة لقصص ألف ليلى وليلى وكيف كان يعتقد بوجوب إحراقها لأنها تلهب عواطف الأطفال ولا شك أن رأي والده هذا كان له سبب وأساس لأن كتابات كوليريج ظلت تحمل باستمرار الطابع المثير والملتهب لتلك القصص لقد استوحى كوليريج قصائده من الشرق الخيالي فالحبشية تحولت عنده إلى شخصية شعرية ذات بشارة بيضاء كما حبشية شاعر ساوتي وكما الشركسيات البيضاوات في لوحات الفنانين المستشرقين إنها صيغة جديدة للشركسية في قصيدة اليوتي ويستعير كوليريج في صيغته هذا زركشات الشعر الفارسي التقليدي أنا أعرف المكان الذي تتجع فيه اليوتي حين خيم الليل الهادئ وأغمض عينها إنه عريشة ياسمين ذات نسائم والبلبل يشدو فوق رأسها يا صوت الليل هل لي أن أتسلل مثلك ما بين الأوراق فأزحف دون أن أسمع وأرنو إلى نهديها الأبيضين يرتفعان وينخفضان كما بجعتان على الموج اللطيف انتهى الاقتباس إن استخدام كوليريج للشرق لخلق شعر له رنين الشهوة والإغراء ما لبث أن تغير في القرن التاسع عشر وتحول إلى رسالة جنسية واضحة لا مواربة فيها فقد استغلت ألف ليلة وليلة لتصبح مناسبة للحديث عن الجنس وغدا نصها مطية للإضافة والتعليق وهكذا تحولت شهر زاد من سيدة في صالوني جالان إلى امرأة لعوب مستهترة في نادي بورتون الذي له مشتركوه الخصوصيون فقط وأتاح شرق الخيال الغربي فسحة للراحة بعيدا عن القمع الجنسي الفكتوري وللتعبير في هذا العصر عن توق جنسي كان سيظل مكبوتا لو لا ذلك الشرق شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة